في ذلك اليوم كان جمال ضائقا ومستفزا من ترهيب وترغيب سلطات في السعودية له رسائل من سعود القحطاني ووزير الإعلام السابق عواد العواد عرضها جمال على الصحفي احتوت على عرض بالعودة إلى البلاد واختيار أي منصب يرجوه تكريما له على مسيرته كما قالوا ضحك جمال عند مراجعة إحدى الرسائل التي عرض فيها سعود القحطاني علي منصب مدير عام قناة العربية ساتي من أجل منصب محترم كأنني قد سقت نفسي إلى الموت سيجبرونني على أن أصرح عن أمور كثيرة وأكتب لصالح سياسات الحكومة وإن لم أقبل فسأختفي مثل كثيرين لقد اختفى أمراء لهم وزنهم كان جمال خاشقجي رجلا بسيطا فوق العادة لشخص بحجمه فهو الصحفي العتيق ضد التاريخ الطويل لأكثر من ثلاثين سنة ورئيس تحرير جريدة الوطن التي حركت مياها راكدة في السعودية في أثناء تولي التي يذكرها الناس وتعدها الجريدة حتى اليوم فترة ذهبية كان يبدو سعيدا للغاية بتلك الزيارة فقد اشتكى الوحدة في ليالي واشنطن الطويلة همى بالخروج إلى مطعم في أطراف العاصمة الأمريكية وفي أثناء ذلك لاحظ الصحفي السعودي حاتم توقف جمال قبل خروجهما من المنزل للحظات لتسجيل رسالة صوتية إلى أحدهم يخبره بوجهته ساله الصحفي عن ذلك رد جمال بهدوء هذا اعتيادي هذا شخص يعمل مع السلطات الأمنية الأمريكية واتفقنا أن أخبره عن تحركاته من باب الاحتياط في تلك الليلة أسر جمال إلى حاتم ببعض التفاصيل على سبيل المثال قصة رجل الأعمال السعودي الذي دعاه مرارا للقائه في لاس فيغاس جمال كان يرفض بتهذيب هذه الدعوات إذ لا تبدو لاس فيغاس الصاحبة آمنة لما يكفي ردة فعل خاشقجي على ذلك أشارت إلى أن محاولات تهريبه أو إخفائه قسريا كانت واردة قبل فترة طويلة من جريمة الاغتيال باستنبول معتبرا أن تلك الدعوات تنطوي على استدراج لم يكن يتوقع حينها القتل أو الإخفاء القسري بل تهديده بالعودة إلى السعودية أو نحو ذلك هكذا كان يواصل جمال أياما يقول حاتم في تلك الليلة أخبرني جمال عن طلبي زوجته السابقة الطلاق منه عبر رسالة نصية كنت أنتظر قدوم زوجتي إلى الولايات المتحدة على أحر من الجمر لكنها فاجأتني يوم مجيئها بطلب طلاق عبر رسالة نصية طلبت زوجته التي بدأ أنه يحبها كثيرا الطلاق ولم يعترض جمال كثيرا فقد توقع أن السلطات السعودية هي من أجبرتها على ذلك بل إنه بعد فترة وجيزة عرف أنها فعلا أجبرت على ذلك في البطار أثناء محاولتها المغادرة زواجهما الذي دام سبعة أعوام كان حريا بجمال معه أن يعرف أنها تحبه هكذا قالها أعرف أنها تحبني لكن مصالحها وحياتها وأهلها كلهم في السعودية وأنا اخترت هذا الطريق ولا يجب أن ألومها على شيء أعرف أنها تحبني أعرف ذلك في منفاه الاختياري بحث جمال عما يؤنسه من الأهل والأصدقاء وقد بدأ لي أنه كان مستنزفا عاطفيا ونفسيا بخاصة في سن كان من المفترض أن يستمتع فيه بأحفاده أن يتفرغ لأبنائه بعد سنوات العمل الطويلة يقول حاتم فكر جمال كثيرا أن يؤثر الصمت والعكوف بمكتباته العامرة بجدة فقط للتأليف والكتابة عن خبرته الطويلة لكنه كان يعرف أيضا أن السلطات والإدارة الجديدة كانت تضيق حتى بالاعتزال وكانت لابد ستجبره على الحديث عن الأزامات المفتعلة كما يعبر عنها مثل إجباره على مهاجمة قطر بأي طريقة كانت طالت الليلة وسألته عما يمكنه أن يؤدي إلى تحول السعودية إلى ديمقراطية أو على الأقل إلى بلد يسمح بالمشاركة الشعبية ولو جزئيا ثورة شعبية أم انقلاب عسكري ماذا تعتقد يا أستاذ جمال؟ في تلك اللحظة أطرق جمال مليا ونظر إلي وقال النفط يا حاتم لا يمكن للسعودية أن تتحول إلى بلد ديمقراطي حتى ينفد النفط حينها لن تستطيع العائلة المالكة إدارة شؤون البلاد وسيعهدون بذلك إلى الشعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر